في أي جهة يولي وجه إيران ثم تصفعة هنا الأرض ومن عليها ضاقوا ذرعا بإيران وأدواتها فخرجت الجموع في العراق لهذا الغرض والأمر كذلك إلى حد كبير في سوريا ولبنان وصولا إلى اليمن كما أدخمت إيران بأربعة عواصم عربية سطت عليها ميليشياتها فقد امتلأ الأثير والفضاء بأصواتهم عشرات القنوات الفضائية والمواقع الألكترونية تمول من ثروات الشعوب المنهوبة للترويج لمشاريع إيران وهنا جاءت الصفعة الجديدة وزارة العدل الأمريكية أغلقت 33 موقعا إلكترونيا تابعا لإيران والميليشيات الموالية لها في العراق واليمن عبر مصادرة نطاقاتها على الإنترنت مواقع إخبارية إلكترونية إيرانية وأخرى تابعة لأذرعها المسلحة في العراق واليمن خرجت عن الخدمة وظهر بدلا عنها لافتة تؤكل مصادرتها من قبل وزارة العدل الأمريكية من بين المواقع المصادرة قناتي العالم وبريس تيفي الإيرانيتين وموقع قناة المسيرة الخاص بميليشيا الحوثي إضافة إلى مواقع الكوثر ونبأ والمعلومة التابعة لميليشيا الحجد ومواقع تابعة لميليشيا حزب الله في العراق حتى المواقع المملوكة لساسة العراق لم تنج من الحملة ليلتحق موقعي قناة أفاق المملوكة للمالكي والفرات التابعة لعمار الحكيم بالمواقع المغلقة إضافة إلى موقعي قناة آسيا التابعة لأوراس حبيب المدرج على لائحة العقوبات الأمريكية وقناة كربلاء مسؤول بالأمن القومي الأمريكي تحدث عن القرار الذي كان هدفه الرئيس مواجهة المعلومات المضللة التي تروجها إيران وأدواتها لا سيما أن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإيرانية يشرف على هذه المواقع في المقابل خرجت تلك القنوات والمواقع ببيانات استنكار وحديث عن حرية الصحافة والإعلام فهل يقارن قرار واشنطن الذي اقتصر على إغلاق المواقع الألكترونية بما فعلته إيران وميليشياتها من حرق للمكاتب الإعلامية وإغلاق للقنوات الفضائية فضلا عن قتل واختطاف الصحفيين